اهلا بكم سيداتي وسادتي في صباح العيد صباح الصباحي للعريس العريس هو المنتخب الوطني المغربي الذي اتحفنا امس بانتصار تاريخي ورائع ومن يقول العكس فهو جاحد ان الفوز على منتخب سيطرة على الترتيب العالمي لمدة 6 او 3 سنوات والي حتى الان كان لازل في الصف الثاني عالميا لذلك المغرب ربيحة حوالي 30 نقطة جعلتنا نرتقي للصف 18 وخصوصا ندخل لخانة الفرق الكبرى التي عندها قبل اكثر من 1600 نقطة يعني من الان الى السامرينة في الامتصارات ندخلو العشر الاوائل ان شاء الله عن قريب في هذا اليوم بريد نتكلم على ما هو خارج كورة قدم تقنيا بريد نتكلم على 3 او 4 حويج اتاروا انتباهي البارح وجعلوني افتخر بمغريبيتي وافتخر بوطنيتي الحاجة الاولى هي الجمهور المغربي اللي جاء بجميع الجهات ديال المغرب جمهور يحب جميع الفرق المغربية وكما كانت القضية ديال الاراجوين مقلقين انه لا يتعلمون منتخل مغربية او الويداديين او هذا ما كانت لبارح الدليل ان الاغاني دراجا كلها تقنى تفاسق واقف الدليل هو ان الكابو دراجا كان حاضر وكان بجوار الكابو ديال الويداد كانوا الكابو ديال الاراجوية تغنيوه الكابو دراجا لا نعرف كابو الحقيقي الان دراجا لا نعرف كوادرا لكن كانت اغاني او الاناشيد الاراجوية كانت ويدادية كانت الجمهور الحسنية القدير جاء بالاعلام الامازيغية يعني البارح المتخل الوطني المغربية بخصوص الانتصار يوحد الجميع خلافا لما يقال وهذه الناس الذين كانوا يقولون رطي شاعلا بشرجوا المغرب على الاقل يكون عندهم الشجاعة الادبية ما فيها شي ويقولوا المغرب سمحوا اننا كنا حقر المنتخب المغربي ومنتخب المغربي حمرنا الوجه والان تنصفقوا وتندموا على ذلك الحقر اللي كنا حقر المنتخب المغربي على الاقل ماش يسخصونا قبل ما يبدأ المونديال كل يوم كل يوم كل يوم ويقولون ويقولون سارة يعني تدوروا ظهرهم ويقولون على الاقل يكون عندهم الشجاعة الادبية ويقولون وكما كالحال البارح في الملعب بان ويقولون من الصحفي ويقولون 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 فرحة جنونية تتبيل بان المغربي ويقولون 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 بان المغربي ويقولون ويقولون حاجة الثانية التي أثرت انتباهي وعجبتني بزاف هو الطريقة كي سلم أشرف حكيمي على الويدة ديالو بس لا يديه بس لا رأسه يعني أشرف حكيمي بغير يشرح العالم بحل دار الأمير الوالد أمير تميم اللي يبسي الأب ديالو في اليوم افتتاح أمام مرأة الجميع البارح حكيمي لاعب يعرفه الجميع يعرفه العالم حكيمي البارح بغير يقولون للموسط لا في باريسانجرما ولا في أي فريق آخر ولا في المنطقة الواطنة المغربية تتبقى أمي هي أمي وسلم على أمي أعطوها القيم الإحترام وقيم البر للوالدين للعالم كله هذا أجبني الحال بزاف الحاجة الثلاثة اللي أجبتني الباح بزاف هي العائلة المالكة القاطرية اللي بجل المنطقة المغربية تهزو بحلوك كان تهزو على القاطر وهذا واقع للشيخ تاميم للشيخ الوالد اللي كان واقف واللي مقاش قدي ويتسنز ورغم ذلك بنت عليه الفرحة وبنت عليه السرور لا شيخ موزة أم أمي قطر جميع أفراد تفاعلوا مع المنطقة المواطن المغربي وتفاعلوا مع المنطقة المواطن المغربي واحد طريقة عفوية لما فيه سليمة وما فيه السياسة وهذا واقع وهنا سنشكر لها إلى المالكة القطرية وسنشكر القطرين كلهم على طيبوبة يعني شعب طيب وهذا الواقع والناس اللي سيعرفوهم هنا كلهم يكدوا الكلام أديالي وشعب مضياف وشعب كريم وشعب خلوق هذا الواقع فشكرا قطر على استقباله وشكرا قطر على دعم الفرقة العربية وخصوصا دعم دعم المنطقة المغربي الحاجة الرابعة وأيضا أزارو نتكلم على البلجيكيين اللي كانوا في قمة الروح الرياضية أنا سمعت كورتوار فلازون ميكست يعني في المنطقة المختلطة التي تناقش مع الصحافة البلجيكية واحدة البلجيكية قالت له ما هو السبب الرئيسي وراء الهزيمة أمام المغربي قالت له السبب الرئيسي وقوة المنطقة المغربي ولا تخبعش على حكام لظروف لجمهور قالت له المغاربة كانوا أفضل منه ويستحقون الانتصار وأيضا أزارو اللي كان مع الأطفال ومع الزوجة دياله والذي أخذتني أخذتني لأحد لاعب المغاربة ولبسوا الولده يعني يقول له أنا كابيتان ديالة بلجيك أمام المغاربة حتى أمام المغاربة هذا الفريق غلبنا اليوم ولكن أن أذهب إلى الرياضية والذي أخذتني ويقدروا أخذتني المنطقة المغاربة ويقدروا أخذتني المنطقة المغاربة تظن أنه كان لعب مغربي في قبيا الجمهور المغربي يكون متعصب على هذه القضية ولذلك يجب أن نحل نفسنا قليلاً ويجب أن نكون متعصبين ويجب أن نعرف أن كورة قدم هي من أهم الأشياء في العالم حالياً التي تتآخي الشعوب وهذا واقع ويجب أن نرى سعودي ترقص مع إيراني ويجب أن نرى سعودي ترقص مع إيراني ويجب أن نرى منافسة كبيرة من سعودي وإيران ولكن في كورة قدم نرى سعودي مع إيراني بصاحبين ونرى سعودي ينبح في الملعب وهذا واقع ينبسون التوند المغرب والدربوت السعودية ويشجعون من قلبهم المتخب المغربي ونشكر المتخب السعودي فأنت طلب الجمهور المغربي في nasıl هذا القد�OR ليجب أن يشجع السعودي مع المكسيك لأن انتصال السعودية يؤهلوه إلى دور الثاني السعوديين كانوا معنا لغير الجمهور المغربي letzte عام يجب أن يكونوا معنا قلباً وقلباً بدون جميع السعوديين الذين كانوا مع المغرب وهذا واقع لم يجب أن نقرأه ولم يجب أن نشجع السعوديين ونطلب الجمهور المغربية أن نشجع السعوديين مع المكسيك أنا بعدها أن نشجع السعودية مع المكسيك والشيء الخامسة هي الصحف العالمية وقالت اليوم بحثت لأون ديالليكيب فكرتني في الأون بقي صغير لك الساعات في 86 عاماً لدي عشرين زينة في 86 عاماً بقي تنعقل على الأون ديالليكيب في 86 عاماً غدات المتصار التاريخي أمام برتغال كانت صفحة أولى بقيت في التاريخ الصفحة ديالليكيب اليوم لزاس دول أكلاس أتبقى في التاريخ التهيير لجريدة الكيب هنا من الجرائد الأكثر متابعة في العالم فهذه التألقات من المنطقة المغربي تجعل الصحافة العالمية تهتم عن قريب المنطقة المغربي وتجعل لائب المغربي كما كان نوعه لا محلي ولا في الخليج ولا في أوروبا تطلع قيمة التسويقية تريد أن تريد فريق لائب تريد لائب مغربي تريد فريق لائب مغربي ويقدر إن شاء الله وهذا ما نتمنى يكمل في الصف الأول فهذه المجموعة لائب قبل أن ننهي الفقرات اليوم ننشير فقط إلى الحسابات التي تدار في البراقع الاجتماعية لسبب البسيط وأن في حالة تعادل أو تعادل فريقين في مرتبة واحدة نلتجئ أولا للنسبة العامة أي للفرق بين الأهداف مشجل عليك وتندوز الأحسن الهجوم عاد تنجيل النسبة الخاصة وبالتالي بما أننا كرواتيا في صف واحد وبالجيكا تبعنا بنقطة فكلمين احتمالات موجودة يعني التعادل لأن الانتصار يعني التأهل بدون مناقشة أو بدون نقاش ولكن الهزمة لأن أخدر الله معنا لكي نفكروا فيها بما أن نخسره بما أن تربح كرواتيا في الصف الأول وما أن نخسره بما أن تربح بالجيكا بما أن تنقش في الصف الثالي وبما أن نخسر ولكنت نتأهلوا الخسرتك له بما أن تقسره يعني كان هناك حسابات أليس لذلك حسابات وما لم تفهمت على المباراة والتعلق الجميل تندووا هذه الحسابات شكرا وعش مغيب وإلى اللقاء